لقاءات مهمة مع فخامة رئيس الجمهورية وفخامة رئيس الحكومة أعتقد هذه الزيارة كانت في محلها وهدف متاعها وعطاها دفع جديد للعلاقات التونسية الموريطانية هذه العلاقات التاريخية والعلاقات القديمة فكان هناك توقيع لعدد مهم تقريب 20 انتفاقية في مجالات مختلفة مجالات التكوين المهني، مجالات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الصرف الصحي، تعاون الفني، تعاون الاقتصادي فنريد أن نرتقي بمستوى العلاقات الاقتصادية بين تونس وموريطانيا إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة اليوم فهناك عمل كبير أحنا كحكومات نقوم بتوفير فرص ثم القطاع الخاص واليوم كان هناك لقاءات بين رجال العمال التونسيين ورجال العمال الموريطانيين وهناك فرص كبيرة للاستثمار والتشغيل في كل البلدين عليهم هما أنهم يقوموا بدورهم طوى بش يفتحوا الفرص هذه ويستثمروها هناك أفاق كبيرة جداً بالتعاون التونسي الموريطاني أفاق لتطوير، لتشغيل الاستثمار، لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي اللي مازال للأسف ضعيف فالزيارة اليوم تندرج في هذا الإطار وحب مرة أخرى نشكر السلطات الموريطانية على حفاوة الاستقبال اللي حظيها به الوفد التونسي ونأكد أحنا أن موريطانيا دولة شقيقة وصديقة ونطمح أن تكون معها علاقات متميزة فهذاك عليش كنا اليوم ويجب متابعة كل هذه الاتفاقيات ويجب أستهر على ضرورة أن تكون زيارات في مستوى رفيا من كل البلدين في الفترات القادمة